فَلَوْ قَدْ دُقْتَ مِنْ حَلْوَاهُ طَعْمًا لَا أَثَرْتَتَ عَلْ لُوْمَ وَاجْتَهَدْتَ وَلَمْ يُشْغِلْكَ عَنْهُ هَوَاً مُطَاعٌ وَلَا دُنْيَا بِي زُخْرُ فِيهَا فُوتِنْتَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طالب العلم الذي نعرض فيه لبعض القضايا التي تعرض لطالب العلم وفيها بحاجة إلى وصايا وتنبيهات ورحبوا أيضا فيها بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي أستاذ الفقه بأكاديمية زادة العلمية فحيك الله شيخ منصور الله يحييكم جميعا وحيي الله أستاذ المشاهدي كما أذكركم أحباب المشاهدين بالسؤال التفاعل للحلقة الذي سنعرضه عليكم بعد قليل ونستقبل أيضا مشاركاتكم وإستفساراتكم على أرقام التواصل التي ستظهر تباعا على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى أتكالله شيخ منصور أردنا سهلا شيخ منصور داني قبل أن نبدأ في الكلام عن المعاملات المالية المعاصرة أود سؤالك المقصود بكلمة معاصرة هل عندنا في الفقه أشياء قديمة وأشياء معاصرة يعني حدثنا عن هذا جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعكم المعاصرة يعني متصفة بأنها منسوبة إلى هذا العصر وهذا في الحقيقة مبني على تصورنا للمعاملات المالية التي تحدث في كل عصر وفي كل قر المعاملات عموما والمعاملات المالية خصوصا الناس يستحدثون بينهم أنواع كثيرة جدا من أنواع التعاملات فليست المعاملات المالية القائمة اليوم سواء كانت في شكلها أو في طريقتها أو في طريق التواصل أو في طرق انعقاد الإيجاب والقبول أو في طرق تصور العلم أو حدوث الجهالة أو الغرر أو في طريقة مثلا مالية الأشياء ليست نظرة الناس لهذه القضايا اليوم كنظرتهم لها في القرن الماضي أو القرن الذي قبله أو الذي قبله ولنا تتصور مثلا مفهوم الشراكات بين الناس فمفهوم الشراكات بين الناس كان يتم بصورة معينة و بطريقة محددة ربما لا تكون بسيطة و ربما تكون بين من يثق بعضهم ببعض و ربما تكون في أعمال بسيطة أو محددة أو في سفرة أو في رحلة أو في تجارة لكن تطور هذا المفهوم شيئا فشيئا إلى أن أصبحنا اليوم نشاهد أنواع من الشراكات التي تتم بين ملايين من البشر لا يعرفوا بعضهم بعضا وفق أنظمة و قوانين و قواعد تنظم هذه العلاقة بينهم فهذه المفاهيم مفاهيم الشراكة و مفاهيم البيع و مفاهيم المال مفاهيم الإجارة و مفاهيم العقود بين الناس تتطور مع مرور الزمن فلما نقول المعاملات المعاصرة فنحن نعني بها المعاملات التي حدثت في عصرنا هذا و التي استحدثها الناس في هذا العصر بناء على احتياجاتهم ما هي عوامل تطور هذه المعاملات؟ اختلاف أعراف الناس اختلاف متطلباتهم و احتياجاتهم اختلاف مقاصدهم و أغراضهم فهذه تختلف من زمن إلى زمن فمفهوم الحاجات ربما كان في زمن ما يقتصر على حاجة الطعام و الشراب و لكنه في زمن هذا تطور مثلا ربما إلى الحاجة إلى الطعام و الشراب المسكن التعليم الأساسي مفهوم الرفاهية عند الناس كان في زمن من الأزمان يفهم بصور معينة و كان أقصى حد في الرفاهية هو متطلبات محدودة يعني ربما كان أقصى حد للرفاهية في زمن من الأزمان أنه فقط أن الإنسان يعني يوجد من يعني يعني يزوده بماء مبارد أو يقدم له مثلا مروحة هوائية تدفع له الهواء فقط لكن مفهوم مثلا اليوم احتياجات الناس من حيث الماء و من حيث الهواء اختلف السفر و التنقل سابقا ربما من الإنسان يعني لم يسافر أو لن يسافر طول عمره سفرة واحدة و ربما سافر في عمري سفرة أو سفرتين أو ثلاثة اليوم صار مفهوم السفر مفهوم مختلف و هكذا فالشهد أن احتياجات الناس تختلف و مقاصدهم و أغراضهم و أعمالهم و أموالهم تختلف و تتطور و أعرافهم تتطور و تختلف فينشأ لذلك أنواع من المعاملات تبعا لهذه الاختلافات فنحن في قولنا دراسة المعاملات المالية المعاصرة نعنى بالمعاملات التي نشأت وثقا لأعراف الناس اليوم و متطلباتهم اليوم جزاك الله خير الشيخ مصور قد يربح ممكن أن أوجه المعاصرة قد تكون أحيانا إما أنها ناتجة عن تركيب أو ناتجة عن شيء مستجد تماما فقد يعني مثلا في الأشياء المعاصرة اليوم نركب بين عقدين فينتج لنا عقد جديد و أحيانا كل شيء مختلف تماما ما وجد في سابق هذا العصر ليس كذلك؟ صحيح يعني أشكال نشوء المعاملات المعاصرة عديدة أحيانا تنشأ من نشوء عقد جديد لم يكن يعرف عند المتقدمين من أشهر العقود الجديدة اليوم التي نشأت خلينا نقول هذا في القرن الماضي مثلا عقد تأسيس شخصية اعتبارية فما كان والله تعالى ما كان معروفا عند المتقدمين بهذا الشكل ما يسمى عقد تأسيس شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مثلا عقود التأمين التعاونية نعم نهاب على الصور البسيطة لكن ليست بمثل أشكال العقود المعاصرة اليوم في عقود التأمين التعاوني المعاصرة مثلا أحيانا تكون المعاصرة أو الجدة نشأت من حيث شكل المال فما لم يكن مالا في زمن من الأزمان صار اليوم له مالية مثال ذلك حقوق الملكية الفكرية سابقا لم يكن هناك حجر على التصرف في الأفكار والانتفاع من الأفكار فإذا كتب المؤلف كتابا فمن حق أي شخص ينتفع بهذا الكتاب ومن حق أي شخص أنسخ منه نسخة ومن حق أي شخص أن يهدي منه هدية مع تطور الاقتصاد العالمي وبالذات نشوء الرأس المالية العالمية التي منحت هذه الأفكار قيمة مالية وصار هذه الفكرة تسجل باسم شخص ما ولا يحق لإنسان أن ينتفع بهذه الفكرة إلا إذا وافق صاحبها حق محدود بفترة معينة ثم يزول حق عن هذه الفكرة براءات الاختراء وحقوق الملكية الفكرية وغير ذلك أو الإسم التجاري مثلا أو العلامة التجارية هذه كلها أشياء لم تكن متقومة سابقا صارت متقومة بل نظر المثال بضوء الشمس ضوء الشمس ما كان متقوم سابقا فمن الذي يعني صاحب أرض قديمة لم يكن يتخيل أن يأتيها أحد ويقول إنني أريد أن أشتري منك أو أستأجر منك ضوء الشمس الذي يقع على أرضك الكبيرة هذه فضوء الشمس متاح الجو لكل أحد لكن مع نشوء مثلا الطاقة الشمسية وصارت هذه الشركات الكبرى تبحث عن استخراج الطاقة الشمسية من ضوء الشمس فيبحثون مثلا عن أرض كبيرة أو شيء من هذا وتستأجر لهذه المنفعة منفعة فربما يكون هناك مالك لأرض أو مالك العمارة أو غير ذلك لكن تأتي شركة تشتري منه حق الاستفادة من ضوء الشمس الذي يقع على هذه الأرض الكبيرة لتحويله إلى طاقة كهربائية فهذا المال متى نشأ؟ نشأ لما نشأت الطاقة الشمسية وصار الناس يبحثون وصارت الطاقة الشمسية هذا وصار الضوء هذا متقوما وله مالية فبالتالي صار صاحب الأرض الكبيرة ربما أجر أو باع أرضه أو ربما انتفع بها هو أي أن كان فالأموال تنشأ بسبب يعني تطور أنواع الانتفاعات وربما أن بعض الانتفاعات تموت وكانت لا مالية وصار لا يوجد لا وهكذا فلذلك هذه الأنواع من المعاصرة تتجدد وفقا لهذه الأشكال الكثيرة أحيانا ينشأ تنشأ الجدة أو المعاصرة من حيث تركيب العقود فمثلا عقد الإيجار عقد معروف وعقد البيع عقد معروف لكن ينشأ عند الناس معاملة تسمى الإيجار المنتهية بالبيع أو المنتهية بالتمليك التي تركبت من هذين العقدين عقد الإيجار ثم عقد البيع ولكن معاملة الإيجار معاملة معروفة ومعاملة البيع معاملة معروفة إذن أشكال نشوء المعاصرة عديدة وهذه حقيقة ربما تستحق رسالة علمية أنه كيف تتشكل هذه المعاملات المعاصرة كيف تنشأ هذه المعاملات الجديدة وما هي أسباب نشوئها وما هي طرق نشوئها وهذا حقيقة لماذا نقول أنصح برسالة علمية في هذا المجال لأنه يفيدنا في قضية الإلحاق بالمعاملات القديمة أن نعرف أن نرد هذه المعاملات المعاصرة إلى جذورها وإلى الأحكام الشرعية التي تستحقها بزاك الله خير شخص مصور طيب فهمنا أوجه الجدة والمعاصرة في هذه المعاملات طب هل فعلا أننا الفقيه خصوصا و عموما أن أي طالب علم في أي مجال هل هو فعلا بحاجة إلى أن يعتني بهذه المسائل التي تكون معاصرة له سواء كانت استجدت الآن أو أنها يحتاجها المجتمع ويحتاجها الأفراد في هذا الزمن هل فعلا طالب العلم بحاجة إلى أن يعتني بهذه المسائل و أدنا كذا بشكل عام ثم طالب العلم خصوصا لماذا يحتاج أن يعتني بالمعاملات المالية المعاصرة يعني العناية بالمسائل المعاصرة ينبغي أن تكون هما عند كل طالب علم شرعي لماذا باختصار لأنه يعيش في هذا الزمن الذي تقع فيه هذه المسائل و طالب العلم الشرعي همه الأول أن يتعبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة و أن يبلغ الحكم الشرعي أو العلم الشرعي للناس ليعبدوا الله جل جل على بصيرة فهو الآن يتساءل ما حكم هذه المعاملة و الناس ستساءل ما حكم هذه المعاملة فلذلك هذا يحتاج إلى إلى بحث علمي و شرعي له و لغيره إذن أول أول نقطة في قضية الأهمية أن نقول أنت تريد أصرا بعلمك الشرعي أن تتعبد لله على بصيرة كيف تتعبد الله في هذه المسائل التي أن تعيشها الآن أن تهمك الثاني أن تبلغ العلم الشرعي كيف تبلغ الناس ماذا يعملون تجاه هذه المعاملات المعاصرة لذلك العناية بالمعاصرة قضية مهمة لطلاب العلم الشرعي في الفقه لطلاب العلم الشرعي في الاعتقاد في الأنظمة و الأفكار في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في الطب كل هذه المسائل مهمة يعني نضرب مثال عن الطب و مثال عن المعاملات المعاصرة الناس اليوم استحدثت أنواع من العمليات الجراحية و التجميلية و استحدثت أنواعا و أشكالا من الأدوية و تركيباتها مما يحتاج إلى بيان حكم الشرعي فيها فلذلك يحتاج طالب العلم أن يعرف أحكامها حتى يبلغ للناس هذا الحكم الشرعي أن يعرف أحكام مثلا التعامل مع المشوه مع المريض مع الذي يريد التجميل كل هذه لها أحكام مع الأجنة مع الأدوية كل هذه لها أحكام شرعية تطلبوا نظرا شرعيا و إناطة للأحكام الشرعية بمناقاتها في الكتاب و السنة كيف يكون هذا إلا بأن يتفقه و أن يتصور هذه المعاملات المعاصرة و أن يتفقها فيها و أن يدرسها و أن يكيفها و أن يحكم عليها و قل مثل ذلك في المسائل السياسية و قل مثل ذلك في المسائل الاجتماعية و قل مثل ذلك في المسائل الاقتصادية و قل مثل ذلك في مسائل أسواق المال و هكذا و قل مثل ذلك في المسائل الفكرية حتى قالب علم العقيدة و الفكر و المذاهب لماذا يدرس بدعة قد انقرضت ويترك بدعة تتخطف الناس من حوله هو بحاجة لا شك إلى دراسة هذه البدعة وهذه الفكرة وهذا المذهب الذي يتخطف الناس من حوله عن كتاب الله وعن سنة رسوله ليقوم بردهم إلى الكتاب والسنة وليقوم بإقناعهم بالدين الصحيح السليم إذن العناية بالمعاصرة ينبغي أن تكون هما عند كل طالب علم ولو لم تكن هما عنده فمعنى ذلك أنه يدرس تاريخ العلوم وليس طالب علم يتعبد لله على بصيرة ويدعو الناس لعبادة الله على بصيرة وإنما هو طالب علم يدرس المسائل التي حدثت في القرن السادس أو السابع أو الثامن أو العاشر ويدرس كيف تعامل أهل العقيدة وأهل الفكر وأهل الفقه مع هذه المسائل في ذلك الزمن هذا قدر مهم ولكن قدر أهم أن يعرف كيف يعيش في واقعه مؤثرا وداعيا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ذكرنا يا شيخ منصور أنه يعني أن لكل نازلة الحكم والعبد مأمور يعني أن يتتبع هذه النوازل يعني يعني يحكي فيها أمر الله سبحانه وتعالى ويحكم بها على بصيرة هل من أمور أخرى يعني كذا تشعرنا بأهمية فعلا أنه الواحد يحرص على دراسة المعاملات المعاصرة عموما وبخصوصها المعاملات المالية المعاصرة يعني المعاملات المالية لا شك أنها تكتسب أهمية أكبر وصعوبة أكبر كذلك المعاملات المالية المعاصرة لأن مستجدات المال والاقتصاد أسرع من غيرها من المستجدات لكثرة النوازل في المال والاقتصاد ونوازل حياة الدنيا ما أكثرها ولكن نوازل المال والاقتصاد كثيرة جدا لذلك المعاملات يعني تستجد بشكل كبير جدا في أبواب الإجارة والمال يعني نضرب لذلك مثلا بما حدث من سنوات بتطور العملات الرقمية ما يسمى العملات الافتراضية والعملات الرقمية هذه القيود البرمجية المنتشرة على الإنترنت التي يتعامل بها الناس أو منصات تداول الفوريكس أو غير ذلك لاحظ أنها متسارعة تنشأ هذه المعاملة ثم تنشأ بعدها المعاملة التي تليها ثم تنشأ بعدها الأوراق التجارية الأوراق المالية وأشكالها وتطوراتها فهي سريعة سريعة التطور والتغير وهذه التطورات وتغيرات لا مناطاتها ولا أحكامها إذن دراسة المعاملات المالية المعاصرة في واقع الأمر تكتسب أهمية أكبر وصعوبة أكبر بسبب التسارع الأكبر في مجال المال والاقتصاد عن غيره من المجالات والله أعلم قد يكون أيضاً نحتاج إلى دراسة فاحصة لأهمية للمعاملات المالية المعاصرة للاختلاف الكبير بين المدونات الفقهية الموجودة اليوم وبين الواقع الذي نشاهده أنا أشعر أن هناك قدر من التباين الذي قدر لا بأس به من التباين بين المدونات الفقهية والأشياء المعاصرة اليوم فأنت أمام تحدي كبير كيف تستثمر مثل هذه المدونات في إنزال الأحكام الشرعية على هذه المعاملات المعاصرة صحيح لا شك أنه من الصعوبات التي تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة أنه أمام تحول كبير جداً وهائل وعظيم جداً في المال والاقتصاد والأسهم والاستثمار والتمويل في يومنا هذا عما كانت عليه في القرن الأول والثاني والثالث والرابع الهجري وكلما ذهبت إلى قرن أسبق كانت المعاملات في ذلك الزمن أبسط مما هي عليه اليوم ولو ذهبت إلى القرن الثالث عشر أو الثاني عشر لربما كانت أقرب ولكن تسارع المعاملات من القرن الأول الهجري إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الهجري هو تسارع بطيء ونمو بقدر بسيط والحدثان فيه والجدة ليست هائلة وعظيمة وإنما هي تغيرات بسيطة جداً ولكن في زمننا هذا التغيرات هائلة من سنة لسنة وهذا حقيقة ملاحظ لو الإنسان ينظر مثلاً في التطور العمراني لمدينة من المدن سيجد أنها كانت آلاف السنين بحجم معين ثم في آخر عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة تطورت مئة ضعف عن ذلك عن تلك المساحة التي كانت عليها لمدة آلاف السنين لما هذا؟ لأنه بالفعل التطورات والتغيرات في هذه السنين المتأخرة هي تطورات متسارعة وهذا من أبرز وأهم الصعوبات التي تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة أنه حين يرجع إلى قراءة المدونات الفقهية فإنه لن يجد شيء أن يسعفه عن مثلاً البنوك الأوراق النقدية عن العملات الافتراضية عن الإنترنت عن وسائل التواصل عن أحكام مثلاً البطاقات عن أحكام التسويق وأشكال التسويق وأحكام المالية لهذه الأشياء والتأمين وغيرها لن يجد أبواباً فقهية تسعفه بشكل كبير جداً وهذه هي أكبر عقبة تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة عذر عن هذه العقبة لا تواجه مثلاً طالب علم التفسير طالب علم التفسير إذا طالع كتاب الله سبحانه وتعالى طالع كتب المتقدمين فإنه سيفقها ويفهمها والمسجدات في هذا المجال القليلة طالب علم الحديث علم العقيدة نعم أمامه وعدد من التحديات في الأفكار ومذهب المعاصرة ولكن هذه التحديات لا تبلغ نفس مستوى الصعوبة التي واجهها طالب الفقه في دراسته للمعاملات المالية المعاصرة رضي الله شيخ مصر تأذى لي فاصل قصير ثم أعود إليك أحباب المشاهدين فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم أهلا وسلم بكم وحباب المشاهدين هل هناك صعوبات أخرى وكيف يتجاوز الإنسان هذه الصعوبات قبل ذلك نعم هناك صعوبات تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة من أهم هذه الصعوبات كذلك قضية تصور هذه المعاملات المالية المعاصرة ما معنى تصور المعاملات المالية المعاصرة بمعنى فهم حقيقة ما يجري وكيف يجري ولماذا يجري قبل أن نفهم الحكم الشرعي لما يجري فتصور ما يجري يحتاج من طالب العلم إلى جهد وهذا الحقيقة أحد الفروق المهمة بين المعاملات المالية المعاصرة والمعاملات المالية القديمة قديما الحياة عموما ومنها المعاملات المالية تتسم بالبساطة والسهولة فالبيع تجد أنه يعني هو مبادلة بين نقد وسلعة مثلا أو بين سلعة وسلعة أو نقد ونقد بهذه البساطة والسهولة لكن المعاملات المالية المعاصرة مع تنافس الشركات صار البيع فيه ملحقات وإضافات فأنت عندما تشتري شيئا تمنح نقاط إضافية وإذا كنت مشتركا فأنك تمنح خصومات وهذا النقاط تخولك حقوقا في محلات أخرى ويمكنك تحويل هذا النقاط إلى شخص آخر ويمكنك أن تدعو آخر ويكون لك نسبة من عمليات التسويق فلم تعد هي معاملة يعني البيع العادية أو الشراء عادي لا وإنما اقترنا بها ويمكنك الشراء من خلال الانترنت ويمكنك يعني حصول إجابة القبول بطريقة ما ويمكن أن نضيف إليها التوصيل وهناك أحكام متعلقة بالتوصيل إلى غير ذلك من الأشياء الملحقات التي استجدت فإذا انضاف إليها أن هناك محفظة إلكترونية وأن حفظ الأموال ولك علاقة مع هذه المحفظة الإلكترونية وحسابك المالي موجود في بنك ما وأن سوف تستخدم بطاقة ما وربما كان رصيدك في الحساب الجاري صفرا فاحتجت إلى بطاقة ائتمانية لإقراضك أموالا وآخذت هذه البطاقة أحكاما فلم تعد المعاملات المالية متسمة بالبساطة التي كانت عليها في القرون الماضية هي معاملة مبادلة بين سلع ونقد أو إقراض لنقد مقابل نقد أو إجارة لمنفعة مقابل ثمن وإنما صارت تتسم بالتعقيد لذلك من الصعوبات التي تواجه دارس المعاملات المالية المعاصر أن يتصور ما هو جارب في دهاليز البنوك وفي دهاليز هذه الشركات والإنترنت والمحافظة الإلكترونية وكيف تعمل فإنه إذا فهم حقيقة ما يجري استطاع بعد ذلك أن يصدر حكما عليه ولا يمكنه أن يصدر حكما شرعيا قبل أن يتصور وأن يفهم حقيقة الواقعة وهذه قضية مهمة ولا يمكن لطالب العلم أن يبين حكما شرعيا على شيء قبل أن يتصور حقيقته لأن هذا الحكم الشرعي هو بيان لحكم الله في هذه النازلة فإذا لم يعرف هذه النازلة كيف يقول عنها إنها مباحة أو يقول عنها إنها محرمة هذه الصعوبات هناك صعوبات أخرى كذلك الصعوبة أخرى في قضية الإلحاق بأقرب النظائر لهذه المعاملة المالية المعاصرة فإنسان نعم قد يتصور مثلا طريقة عمل البيتكوين مثلا ولكنه سوف يقف حائرا ما هو أقرب نظير لها وهل هي نوع من المتاجرة أم هي نوع من المقامرة ويحتاج أن يكون عنده أصول شرعية قديمة بيّنت له ضوابط المتاجرة وبيّنت له ضوابط المقامرة حتى يستطيع أن يلحق هذه الصورة بأحد هذين الحكمين الشرعيين فالمتاجرة لها ضوابطها ولها أحكامها والمقامرة لها أحكامها فهذا الصعوبة كذلك وهي قضية الإلحاق مما يزيد هذه الصعوبات أن الأسماء المعاصرة التي استحدثها الناس ليست بالضرورة أنها تطابق الحقائق الواقعية والحقائق الشرعية التي يعرفها طالب العلم الشرعي فلما يقع على هذا أنه هذا عملة ليس بالضرورة أن يكون عملة ولما يقال أن هذا بيع وشراء لقيود رقامية موجودة على الإنترنت ليس بالضرورة أن تكون بيعا ربما تكون قنارة ولما يقال أن يسوق لك في البنك أن هذا حوالة لمال ليس بالضرورة أن هذه هي الحوالة الفقهية التي جاءت في حديث الرسول الله السلام من محيل على مليئن فليحتل وإنما تلك حوالة بمعنى وهذه الحوالة التي يتكلم عنها البنك اليوم المعاصر بمعنى آخر فإذن اختلاف المسميات أحيانا يجعل طالب العلم محتارا في قضية الإلحاق محتارا في قضية الإلحاق ما هو النظير الأقرب هل هذه هي الحقيقة أم ليس هذه الحقيقة فلا شك أن هناك عدد من الصعوبات التي تواجه الطالب في دراسة المعاملات المالية المعاصر جزاك لخشيخ مصور طبعا كيف يستطيع طالب العلم أن يتجاوز هذه الصعوبات نرى كثير من أهل العلم ممن تمكن في هذا التخصص وبرع فيه تجاوز كثير من هذه الصعوبات أولا هو توفيق الله عز وجل وعنايته وتسديده لطالب العلم لكن هل من خطوات ممكن قوم بها الإنسان تعينه على أن يتجاوز مثل هذه الصعوبات التي هي فعلا في الواقع تشكل صعوبات وتحديات كبيرة جدا نعم حتى يستطيع الإنسان يتجاوز هذه الصعوبات في دراسة المعاملات المالية المعاصرة يحتاج إلى أن يتمكن في تصور المعاملات المالية المعاصرة والتصور يعني معرفة حقيقة ما يجري هذا أولا ثانيا أن يتمكن في معرفة الأحكام الشرعية الفقهية ذات العلاقة بالمال فيضبط أحكام البيع و أحكام الربا أحكام القبض أحكام الضمان أحكام الكفالة أحكام الرهن أحكام القرض و هكذا يضبط أحكام الإيجارة الشركة الوكالة يعرف هذه الأحكام و دراسة لهذه الأحكام لا ينبغي أن تكون دراسة فروعية لفروع و اجتهادات فقهية و إنما أن يعرف هذه الدراسة الفروعية بالإضافة إلى دراسة تأصيلية فيعرف مناباتها لأنه إذا أراد أن يحفظ الفروع لن يجد هذه الفروع في زمان للمعاصر سيجد الفروع مختلفة لذلك لا بد أن يكون أن تكون دراسة للأحكام الشرعية دراسة تأصيلية يضبط الفروع و يضبط الأصول يضبط الأدلة و يضبط المقاصد هذه من حيث الحكم الشرعي لاحظ أننا نوصي طالب العلم بأمره حسن تصور الواقع يعرف ماذا يجري في البطاقة الاعتمانية يعرف ماذا يجري في التسويق الهرمي أو الشبكي يعرف حقيقة السهم ما هو السهم يعرف حقيقة الشيك كيف طريقة التعامل به و التعاملات الواردة هذا يعرف ما يجري طبعا كيف يعرف ما يجري هذا له قواعد و تحتاج إلى تفصيل نأتي لها إن شاء الله يعني مكفر نعم لكن نحن نتكلم الآن لا بد أن يعرف الواقع ثانيا أن يعرف حكم الشريعة مناطات الأحكام الشرعية فيضبط أحكام الربا يضبط أحكام البيع يضبط أحكام الشركة الشركة الوكالة إلى آخر يضبط الأحكام الشرعية ثم بعد ذلك يحتاج إلى مهارة و هي مهارة الإلحاق يسميها إلى مهارة التكيف مهارة التنزيل مهارة الإلحاق و هي الخط الواصل أو الرابط بين هذه المعاملة و بين الحكم الشرعي الذي نزل في الكتاب والسنة فهو يتصور هذه المعاملة و هو قد تأصل في الحكم الشرعي ثم يقول هذه المعاملة بهذا الشكل و بهذه الصورة و بهذه التطبيقات ترجع إلى هذا الحكم الشرعي هذا الخط الواصل يسمى التكيف أو يسمى التنزيل بحيث أنه يربط و هذه لا شك أنها تحتاج إلى مهارة اجتهادية الحافظ لا يمكنه أن يربط تحتاج إلى ملكة اجتهاد و ملكة الاجتهاد هذه ملكة ملكة التطبيق ملكة نقد و تقويم هناك ما يسمى في علم التربية بهرم معرفي تكلم عنه بلوم يسمى هرم بلوم جعل فيه درجات للمدارك فقال هناك مثلا أدنى درجات الإدراك أو المعارف وأسهلها و أبسطها هي قضية التذكر ثم الفهم ثم التطبيق ثم النقد و التقويم ثم الابتكار يحتاج طالب العلم إلى أن يصل لدرجات عالية في الإدراك المعرفي حتى يحسن هذا الربط و هذا الإدراك هذا طبعا هذه مرحلة متقدمة لن يبدأ طالب علمها و إنما يحتاج إلى تمر حتى يصل إليها كيف يتمرن؟ يعرف أقوال العلماء طرقهم في الإلحاق و التخريج طرقهم في التصور طرقهم في التكييف طرقهم في الحكم الشرعي شيئا فشيئا يحفظها و هذه المعرفة أو التذكر ثم يفهمها ثم يبدأ يطبقها ثم يبدأ ينقودها و يقومها ثم يبدأ هو بالفعل يستطيع أن يتعامل مع المعاملات النازلة وفقا لهذه المهارة لكن من المهم أن يقوي نفسه في جوانب التصور أن يقوي نفسه في علم الشريعة و أن يقوي نفسه في مهارة التكييف و للحكم جزاك الأخير شيخ مصور أنت ذكرت لنا الصعوبات و ذكرت زاك الأخير كيف نتجاوزها إنه ممكن نجملها شيخ مصور نقول أنه يجب على طالب العلم الذي يريد أن ندرس المعاملات المالية المعاصرة أن يعتني بثلاثة أمور الأمر الأول أن يعتني بفهم الواقع كما هو و هذا نظر ليس نظرا فقهيا نظر في واقع الناس في معاملاتهم يفهمه كما هو ثم بعد ذلك يقرأ في يعني في الفقه الإسلامي و في التأصيلات الشرعية التي يعني هي إلى حد كبير منها بعيداً واقعنا اليوم يعني يتكلم عن واقع معين أصول هي أصول شرعية تنطبق على واقعنا اليوم و على واقعنا غدا و على الواقع الماضي جميل لكن هي أصول شرعية لا نقول أنها لا تتحدث عن واقعنا اليوم لا و إنما تنطبق على عصول متعددة جميل و عندنا مهارة يكتسبها طالب العلم بكثرة القراءة هي المهارة الإلحاقية أن يلحق هذا الواقع و يربطه بالأصول الشرعية بعد ذلك في المستقبل يستطيع طالب العلم أن يبدأ بدراسة المعاملة المعاصرة بشكل فردي يأخذ هذه المسألة و يضع لها مراحل لدراستها ليس كذلك؟ صحيح يعني دراسة مرتبة طالب العلم في المعاملات المالية المعاصرة إما أن يكون مقلدا لأهل العلم المعاصرين في فتاويهم و دراساتهم و أبحاثهم ذات العلاقة بالمعاملات المالية المعاصرة و إما أن يكون مجتهدا و هذه درجة أعلى فالمقلد سيتصور هذه المعاملات التي تتحدثوا عنها و سيتبع أهل العلم المعاصرين الذين قلدهم هذا الطالب و اقتدى بهم سيتبعهم في تكيفهم لهذه المعاملة المعاصرة بأنها ترجع إلى مثلا مسألة كذا و يفقها الحكم الشرعي فهو مقلد و دائما طالب العلم يبدأ مقلدا و لكن هدفه أن يكون مجتهدا و هذه قضية ربما أن نبهنا عليها في عدد من دروسنا هنا في منهجية طالب العلم و هي طالب العلم دائما يبدأ مقلدا يعني يتعلم لا يكون مجتهدا من اليوم الأول ثم بعد ذلك يحاول أن يترقى في درجات العلم شيئا فشيئا إلى أن يكون مجتهدا فإذا وردت عليه معاملة المعاصرة نشأت اليوم فإنه يستطيع أن يقول أن هذه المعاملة حكمها كذا كيف يستطيع أن يصل لهذه المرتبة إلا بمراس و تمر و معرفة لطريقة التعامل مع النوازل إذا حصل عنده هذا المراس فإنه يصبح في درجة عالية جدا من المهم أن ندرك أنه لا يوجد هناك خط فاصل أو حد نقول أنه أمس كان مقلدا و اليوم الساعة الرابعة عصا صار مجتهدا لا ليست ليس العلم بهذه الحدود و إنما هو يتدرج في مسالك العلم و التعلم شيئا فشيئا إلى أن يجتهد طبعا و الاجتهاد منازل و درجات فلا نتصور منه أن يجتهد في المسائل الدقيقة و النوازل العميقة من أول يوم أو من اليوم الأول في اجتهاده كلا و إنما ستكون هذه مرحلة متأخرة جدا فإذن نحن نقول لطالب العلم ابدأ في طريق طالب العلم في دراسة المعاملات المالية المعاصرة اسمع ما يقول الناس في تصوير المعاملات هل تصويرهم لها تصويرهم صحيح اسمع ما يقوله أهل العلم في الإلحاق و في التكييف و في الأحكام و ترقع افهم ما يقولون طبق ما يقولون انقد ما يقولون ثم اجتهد و ابني على ما يقوله جزاك الله خير شيخ مصور طب إنا ذنت لي عندي سؤال هل هناك فرق بين دراسة المسائلة المالية المعاصرة و الفتوى في المسائلة المالية المعاصرة يعني الدراسة هي مثل الفرق بين مسائل الفقه و الفتاوى أو الأقضية هناك فرق بين العلم الدراسة النظرية في المسائل المالية المعاصرة فهو يدرس المسائلة و يدرس حكمها الشرعي و بين قضية الفتوى في النوازل أعيان النوازل أعيان النوازل نعم هذه لها متطلبات أخرى يعني حديثنا نحن عن دراسة المعاملة المالية المعاصرة مثلا و نضرب لذلك مثلا بالإيجارة المتهمة التمليك فهو يفهم صورة الإيجارة المتهمة التمليك كيف يتم التعاقد بين الطرفين ما هي أبرز وأهم بنود هذا العقد ما هي أهم شروطه و أحكامه الشرعية ثم بعد ذلك يرد المسألة إلى أصولها الشرعية المتعلقة بالبيع و المتعلقة بالإيجارة ثم بعد ذلك يسدل الحكم الشرعي الفتية في نازلة من النوازل المعينة بمعنى أن يقول إن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك المقدم من شركة كذا لهذا العميل والذي قدمت له عقوده هذا تحتاج إلى فتوى خاصة فبعد دراسته للمعاملة المالية يحتاج أن يدرس النازلة المالية هذه الواقعة المعينة فيطلب من هذه الشركة و يطلب من هذا الشخص أو يطلب من الشخص الذي استفته يطلب منه المستندات الأوراق ماذا يريد لماذا أقدم على هذه المعاملة ما غرضه منها ماذا منها فيدرس هذه النازلة فيقول بعد ذلك إن الحكم الشرعي المتعلق بعملك أنت يا فلان أو يا أيتو الشركة الفلانية عملكم هذا مباح أو عملكم هذا محرم القاضي له عمل كذلك ثالث أبعد من هذا وهو الفرق بين الفتية و القضاء الآن هي ثلاث منازل بيان الحكم الشرعي هذه هي المسألة التي نتحدث عنها وهي أن يدرس أحكام الشريعة في المعاملات المالية طيب ثم هناك منزلة أخرى وهي الفتية فهو لا يكتفي بدراسة المعاملات المالية و إنما يفتي على أشخاص و وقائع و أحداث و نوازل بأن حكمها الشرعي كذا فهذا يتطلب معرفة بالحكم الشرعي ثم يتطلب معرفة به النازلة التي نزلت بفلان هناك عدنا مرتبة ثالثة أدق من قضية الفتية و هي القضاء المفتي يكفي أن يتصور الحكم الشرعي خلال من استفتاه لكن القضاء هو ربما يحكم على هذا الشخص الذي جاءه فلذلك عده جانب التحقق فيطلب البينات و يطلب الإثباتات و بالفعل هذا الحاصل بينهم ثم بعد ذلك يلزم بالحكم الذي حكم به و هذا غير موجود عند المفتي إذن القاضي يزيد على المفتي بأنه يعتني بوسائل الإثبات و البينات لأنه قد يحكم على هذا الشخص و قد يقضي عليه و قد يقضي له ثم يلزم بحكمه و هذا معنى آخر أدق من قضية الفتوى أول رتبة قبل أن يصبح الإنسان قاضيا و قبل أن يصبح الإنسان مفتيا في قضايا المعاملات المالية المعاصرة يحتاج أن يكون طالبا للعلم دارسا للأحكام الشرعية في المعاملات المالية المعاصرة هذه القاعدة الأساس كيف يمكنه أن يفتي في نازلة و هو لما يعرف بعده أحكام المعاملات المالية المعاصرة إذن لابد أن يتصور هذه الأحكام الشرعية مجردة عن النوازل أو مجردة عن البينات و الإثباتات و القضاء رزاك الله شيخ مصور طيب دعنا ندخل إلى مراحل تصور أو دراسة المعاملة المالية المعاصرة أود أن نشير لها كده بشكل مجمل و بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة نفصل فيها تفصيلا كبيرا ما هي المراحل التي يبدأ بها طالب العلم في دراسة المسألة إلى ماذا ينتهي و كل مرحلة ماذا تحتاج يعني كده تصور عام مجمل ثم ندخل في التفاصيل بإذن الله في الحلقة القادمة أحسنت يعني في أول شيء في تصور المعاملة المالية المعاصرة أول مرحلة في دراسة المعاملة المعاصرة أن يتصور المعاملة المالية ما معنى التصور؟ ممكن نذكر المراحل كذا ثم نبدأ المراحل كما ذكرنا أن يتصور المعاملات المالية ثم بعد ذلك يكيف هذه المعاملات المالية و يدرس ثم بعد ذلك يدرس حكمها الشرعي و يسدر الحكم الشرعي يعني هي ثلاث مرحلة الشيخ مرحلة التصور ثم مرحلة التكيف ثم مرحلة الحكم الشرعي على هذه المسألة المالية صحيح جميل كيف يكون التصور؟ التصور أو المقصود بالتصور التصور معناه الفهم لما يجري لاحظ أنه عندما نتكلم عن التصور معنى أنه تصور أنت ما يجري كما هو من هم مصادر التصور الذين يستقي منهم طالب العلم ما عرفت حقيقة ما يجري قد يكون التاجر قد يكون المحاسب قد يكون القانوني قد يكون العامي هو يريد أن يفهم ماذا يقومون به ليصدر عليه الحكم الشرعي ليتكلم عن أحكامه فهذا أفضل من تأخذه من التاجر فلو جاءك شخص وقال مثلا ما حكم زكاة مثلا مكافأة نهاية الخدمة طيب هذا المصطلح الجديد يحتاج أنك تفهم ما معنى مكافأة نهاية الخدمة ما هي صورة مكافأة نهاية الخدمة متى يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة متى لا يستحقها يعني لابد أنك تفهم فتذهب إلى المحاسبين وتذهب إلى قوانين العمل و أنظمة العمل و تطالع ماذا يعنون بكلمة مكافأة نهاية الخدمة تفهم ما هو هذا المصطلح و تعرف متى يستحقها الموظف و متى لا يستحقها لاحظ إذا فهمت لا يمكنك أن تقول يجب عليك زكاة مكافأة نهاية الخدمة أو لا يجب عليك زكاة مكافأة نهاية الخدمة و أنت لا تعلم ما هي هل هي مكافأة هل هي دين لا تغتر بهذا الاسم مكافأة نهاية الخدمة هل هي مكافأة أم هي دين ثابت نوع من أنواع الأجرة التي يستحقها الموظف على رب العمل بعد أن تتصور التصور ما فيه لا نفي أو لا إثبات هو أن التصور حكاية للواقع فهم فقط فهم ما يجري لكن كما ذكرت لك سابقا قديم في الأعصر القديمة ما كان عندهم التعقيد في المعامل و كانت الإجارة بسيطة و هي أن أفعل هذا العمل و سوف أعطيك هذا المال هذه إجارة بسيطة و سهلة لكن الآن لا افعل أو قم بهذه الوظيفة و لك هذه المزايا و لك مثلا راتب أو لك إجازة مدة شهر أو شهرين و لك هذه المزايا و لك هذا التأمين و لك هذه المكافأة يعني ليس فيها الإجارة البسيطة المعروفة عقود العمل المعاصرة أعقد من الإجارة البسيطة المعروفة فبعد أن يتصور مثلا مكافأة ناية الخدمة أنا بس سوف أعرض المراحل الثلاث في عملية مكافأة ناية الخدمة بعد أن يتصورها يتأمل و يقول ما هي أقرب النظائر لهذه المكافأة هل هي دين إجارة أم هل هي هبة من الشركة و هل هذا الدين مستقر أم هو دين غير مستقر فبناء على التصور يبدأ في التكيف يقول نعم إنها دين إنها إجارة إنها غير مستقرة إن هناك موانع منها ثم بعد ذلك ينتقل للحكم فيقول ما حكم زكاة الدين إذا كان كذا كذا ما حكم زكاة الموعود بهبة ما حكم زكاة الدين إذا كان غير مستقر و هكذا فينتقل بعد ذلك الأحكام الشرعية و قل مثل ذلك في أنواع المعاملات المالية التي استجدت أنت لو تذهب إلى قائم من قوائم الشركات المعاصر اليوم ستجد عندهم مصطلحات كثيرة جدا تحتاج إلى أحكام متعلقة بالزكاة و أحكام متعلقة بالقيود المالية و أحكام متعلقة بالبيع و الشرع فيها و غير ذلك أول مرحلة هي التصور افهم و هذه المرحلة كما ذكرت فيها صعوبات و يحتاج ضالب العلم إلى قواعد ليتصور تصورا صحيحا هناك كلمة جميلة لإياس المعاوية رحمه الله تعالى المشهور بحكمته يقول إذا بني الشيء على عوج لا يكاد يستقيم لذلك من أخطر الأشياء أن يتحدث طالب العلم عن حكم شرعي لمعاملة معاصرة فيقول إن هذا الحكم الشرعي إنها واجبة لأجل كذا و كذا و كذا فيقول له الطرف المقابل ترى أنت ما فهمت المعاملة أنت لم تتصور تصورا صحيحا أنت تتكلم عن شيء و عن أحكام شرعية غير محلها غير الواقع الذي الذي يتعامل الناس به ترى ليست هذه هي صورة مثلا مكافأة نهاية الخدمة ليست هذه هي صورة الاعتماد المستندي ليست هذه هي صورة خطاب الضمان أنت تتحدث عن شيء آخر هنا نعرف أن هناك مشكلة عند هذا الطالب في التصور لم يفهم هذه المعاملة فعليه أنه صحيح تصوره وهذه أول خطوة لذلك كلمة إياس بن معاوية كلمة دقيقة و صحيحة تدل على حكمه إذا بني الشيء على عوج لم يكن يستقيم فإذا تصورته خطأا فمع ذلك أنه لن تبني حكما صحيحا و لن تبني إلحاقا صحيحا جميل و كذلك كل مرحلة إذا تمارسنا معه بشكل خاطئ تكون حزمة من الإشكالات فالذي تصبح عنده إشكالية مثلا في مرحلة التصور سيبنع على هذا الإشكاليات متعددة الذي يصبح مشكلة في التكييف تجد أنه عنده إشكالات أخرى فطالب العلم بحاجة إلى عناية بكل مرحلة بحيث أنه تترتب الصورة عنده بشكل جيد حتى يخرج حكما شرعيا جيدا جزاك الخاصة شخمصور وقت الحلقة مرة سريعا بإذن الله الحلقة القادمة سنتكلم عن القواعد التي يحتاجها طالب العلم في كل مرحلة من هذه المراحل تصور المعاملة عندنا مجموعة من القواعد بحاجة إلى أن ننبه طالبة العلم إليها كذلك في المرحلة الثانية في المرحلة التكييف ثم في بناء الحكم الشرعي جزاك الخاصة شخمصور كتب الله أجرك نلتقي بإذن الله عز وجل في أسبوع القادم رضي الله عنك والشكر موصولا أيضا إليكم أعزائنا المشاهدين على متابعتكم و مشاهدتكم لهذه الحلقة نلتقي بكم بإذن الله عز وجل استكمالا لحديثنا في الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فوتنت ترجمة نانسي قنقر